السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم ازاي اختار اي طيمر موجود بالسوق بديل لاي طيمر مش متوفر بالسوق طيب في حاجتين لازم احطوهم في الحزبان دائما اولا الفلطية يعني لو تلاقي عند شغالة على كهرباء 22 باختار الطيمر كهرباء 22 النقطة التانية عدد ساعات تشغيل الكمبروسور وعدد دقايق تشغيل السخان يعني لو الطيمر كل 8 ساعات 25 دقيقة او 30 دقيقة او كل 6 ساعات بلتزم بالوقت المفروض متصمم عليه الثلاجة وده بيكون على ظهر الثلاجة او على الطيمر الاديم فانا بجيب حاجة شبيهة لي بالزبط او قريب منه جدا جدا طيب النقطة الاخيرة تحديد الاطراف طبعا هتكون جايب الطيمر مختلف اه قريب جدا في التوقيتات بتاعت تشغيل الكمبروسور والسخان لكن الاطراف التوصيل بتكون مختلفة عن بعضها او الكابل او الجاك اللي بيركب على الطيمر ده مش هيكون هو فانت هتضطر تغطع الاسلاك وتركب ترامل توصيل علشان توصل الطيمر اي جديد اي طيمر بيكون فيه اربع اطراف دائما بيكون طرف لوحده طرف بعيد عن الثلاثة التانية زي كده مسلا بيكون هنا في طرف والثلاثة جنب بعض طيمر زي كده بيكون فيه تلاثة اطراف طيمر بعيد عنه بغض النظر عن الارقام خالص ده نفس القصة برضو ثلاثة اطراف وطرف بعيد عنهم خالص هنا مثلا برضو نفسهم لكن هنا ممكن تقول ان الثلاثة اطراف قريبين من بعض هلنما مش قريبين من بعض هنا مثلا انا هنا نفك هنا المكان واسع هنا دايق هنا دايق يعني الطرف ده لوحده دايما بيكون الطرف اللي بيشغل المطور الصغير جوه اللي بيلف التروس ده بيكون نقطة معروفة في الاديم هتركبه في الجديد الثلاثة اطراف التانيين الزي تيسهم بتروح مثلا بجهاز الافو میتر ضروري يكون عندنا جهاز الافو میتر للقياس دائما اي فني او اي هاوي يكون عنده يقتني اي جهاز الافو میتر يكون حتى لو بسيط في السعر بتختبر الجهاز الاول بيدي معك سفارة بتروح على الطرف اللي في الوسط الطرف اللي في الوسط مع طرف اي واحد من الاتنين هنا ما اديش معك سفارة وهنا ادي معك سفارة فاتبتروح تلف في الطايمر الطايمر بيكون في تاكتين تاكة طويلة وتاكة سيارة الطايمر 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 الط كده. هلاقي انه نقل من الطرف ده خلاص ما بيوصلش هنا وباقي يوصل هنا. النقطة دي دي بتاعت السخان. هيا. كده فوصل هنا ووصل هنا. دي طريقة قياس وتبديل الاطراف. لما تعرف انت الاطراف دي راحة فين ودي جاي من فين? هتعرف على قول توصل التايمر بتاعك.